السلام عليكم أصدقائي كيف حالكم متابعين على قناة فيوتر كوين طبعاً أخبار جديدة عن عملة الدوش كوين وإيلوم ماسك يغدى متابعين ومستثمرين سوق الكريبتو بعد إزالة عملة الدوش كوين من شعار تويتر شفنا الفترة السابقة إصدقائي إيلوم ماسك ضاف عملة الدوش كوين كشعار لمنصة تويتر وقام بإزالة الطائر الأزرق بعد هذا التغيير أصدقائي تكلمت بالفيديو الأخير وقلت أنه شعار تويتر لا يزال بالعقود الترويجية هو شعار الطائر الأزرق ولم يتم تغييره إلى شعار الدوش كوين يعني من الممكن يرجع يتم إزالة شعار الدوش كوين من منصة تويتر وهذا الشيء اللي صار اليوم وتم إزالة شعار الدوش كوين من منصة تويتر بسبب هذا الشيء خفضت عملة الدوش كوين أكثر من 23% إلى 22% نسبة انخفاض بعد مرتفعة العملة من لحظة تغيير الشعار إلى الفترة الأخيرة أو إلى قمة الارتفاع وصلت إلى 38% وبعد أن يصبح انخفاض بنسبة توصل إلى 23% وهذا انخفاض الزقائي بالطبع هو جني أرباح وتغيير شعار تويتر وارتفاع عملة الدوش كوين بسبب إيلوم ماسك كله بشان إيلوم ماسك يجني أرباح ويعمل دمو على العملة من الأعلى بعد ما يعلق المستثمرين هاي النقطة السلبية أصدقائي بعملة الدوش كوين يتحكم فيها الشخص واحد فقط لهيك بسبب هاي النتيجة بتقدر تبتعد عن تداول الدوش كوين أو بتقدر تكون ذكي وتستغل الارتدادات حاليا عند ارتداد لعملة الدوش كوين لازم يصير عندي ارتداد مناطق 8 سنت أو مناطق 7 سنت ونصف أي إغلاق أسفر مناطق 7 سنت ونصف فأنت هتكلم في قيعان جديدة لعملة الدوش كوين لازم تتجن مناطق 6 سنت تقدر تتابعني على منصة getio سجل عن طريق الرابط موجود أسفل فيديو توثق حسابك وتعمل لي متابعة عن طريق الكوبيترايدنج راح أمل الكوبيترايدنج مجاني تماما لكل أعضاء قناتنا يعني كل شخص بسجل عن طريق الرابط بيتواصل معي على تليجرام بيعطيني اليو ايدي تابعه تضيفه على نسخة تداول وأي صف قبل دخله تلقائيا منصة بتدخله فيه يعني ما في داعي تتابع القناة تليجرام ما في داعي تشتغل قناة توصيات تلقائيا بتلاقي منصة بتدخلات بتصفقات وبتخرجك بصفقات وبتخرجك بستوبلوز كله بتحكم الشخصي أصدقائي نكون وصلنا له هالفيديو واتمنى الفيديو كنا العجابك لا تنسى تشتغل قناة فعز الجرس تترغى اللايك حتي يصبح ركي جديد في عام المهات الرقمي مع السلامة بدونتم بخير اشتركوا في القناة